وجه فضيلة شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب تهنئة خاصة لقداسة البابا فرنسيس لمناسبة الذكرى العشرة على انتخابه قال فيها يسرني أن أقدم لقداستكم تهاني لمناسبة ذكرى انتخابكم يسرني أن أقدم لقداستكم تهانية لمناسبة ذكرى انتخابكم كرئيساً للكنيسة الكاثوليكية أقدروا مسيرتكم طوال السنوات العشر الماضية والتي خلالها بحثتم عن بناء جسور حب وأخوة بين البشر بالإضافة إلى جهودكم لتعزيز الحوار بين مؤمنين دياناتي كأساساً للتوصل إلى السلام الذي نصبوا إليه جميعاً فعالمنا اليوم مليء بالتحديات والصراعات على جميع المستويات مما يزيد معاناة العديد من الأشخاص أطلبوا من الله أن يبارك جهودكم في متابعة إحلال السلام وأن يساعدنا معكم ومع جميع أصحاب الإرادة الصالحة لننجز واجبنا الدينية والأخلاقية القاضي بتعزيز الأمن والصفاء والاستقرار في عالمنا